عم بشوف كمان سرطان في كمان اللي هو للناس كمان اللي منفصلين خلينا نقول أو بعانوا من برود عاطفي مع الشريك عم يرجع الشريك وبإيده مثل تنازلات ممكن تكون يعني على الصعيد المعنوي المجازي المعنى المجازي لهذا الموضوع ممكن يكون تنازلات شخص هو نوعا ما متكبر القراءة العاطفية حبايبي ممكن تكون عكسية هذا الشخص شوي عنيد شوي عنده يمكن ادكشن معين أو انت حتى عم بيرجع لك بروح تانية عم بيرجع لك بكأس حب جديد عم بيكون انت عم بتكون منفعل كتير هاي الفترة تجاه هاد الشخص يمكن عملت اكشنز يمكن ولكن هاد التسرع مش منيح ابدا مش حلو ابدا في هاي العلاقة عم بشوف انه شوي شوي عم بتتوضح الامور وعم بتروق بناتكم عم بيصير في تجديد العلاقة او يعني متل تزبيط امور متل توضيح امور اه شايفي انه الشريك عم بيرقبك في بشدة يعني عم بيحاول انه اه تكون انت بين ايدي ترجع بين ايدي زي ما كنت بيين انه كمان الشريك ممكن تكون عنده اه طاقة سلبية زي ما قلنا سحر حسد عين كزا اه فانت وياه ممكن تكون عندكم هاي الشغلة لانه كتير تكررت بالا بالورق اه على الصعيد العملي نفس الشي اه كنت محتار بين انك تفتح مشروع او ما تفتحه بين انك تروح شغل جديد او ما ما تروحه فعم بشوف هاي الطاقة تنتهي وعم بشوفك يعني عم بتروح على شغل جديد او في اه بوزيشن جديد اه ترقية في العمل ممكن تكون اه اكتر اشي في عندك بعد فترة خلينا نقول ممكن تكون شهرين او ثلاثة اه زواج فعلا رسمي من اله لكن بشوفه عن حب يعني ما بشوفه زواج تقليدي او كزا بشوفه عن حب مبني بشوف في اولاد ذناتكم انت والشخص اللي على خلاف معه او حتى لو كنت معه يعني مرتبطين او منفصلين اه الطاقات قلناها اكتريتها خلينا نشوف ورق تاني اذا من العمل اه في اشخاص عم بشوفهم بالورق اه عم بتربصوا كتير وخاصة منطقات اه هوائية ممكن تكون او مائية ممكن يكونوا ميزان او جوزاء كمان اه هدول الاشخاص بدك تكون كتير حذر من عندهم اه بدك ما تطلع اسرارك بدك تحاول انك تفصل حالك اه عنهم حتى لو كنتوا بنفس المكتب حاول انك تروح على المكتب تاني او تقضي اوقات اكتر اه بعيدا عن هدول الاشخاص لانهم ممكن يكونوا سامين في في حيارتك ممكن هدول الاشخاص مش بالعمل ممكن يكونوا في على على الصعيد الاجتماعي اقارب اصدقاء فعم بشوف اه اذا كانوا من هدول الابراج او من هدول الطاقات عم بكونوا شوي سامين بالنسبة لكم هاي الفترة فحاولوا تبعدوا عن هدول الناس يعني حتى ما تحاولوا لا تنتقموا ولا يعني تعتبروهم ند بند بس موضوع انك تهمشهم وما تحكي اسرارك ابدا لانه العين عليك كتير مش بس بالعمل على اكتر من صعيد عم بشوف كتير العين عليك يا تور يا حبيبي فخلي امورك يعني زي ما يقولوا بينك وبين حالك خلص ما تقول لحدا شي خاصة فيه للاصدقاء للاشخاص اللي موجودين معاك في العمل زملاء العمل تكون متكتم يستير في المواضيع شايف فيه اطراف فيه طرف ثلاثي ممكن يكون فيه العلاقة العاطفية هذا ورق عاطفي طبعا فيه كمان ممكن تبين اشياء تانية مبين فيه سفر او فيه فيه بعد فيه طاقة بعد عم بتحاول اما انه سفر فعلا رح يكون في هاي الفترة سفر اكتر اشي بشوفه على عمل او هجرة او انه ببعد عن الطرف الثاني عم بتكون في اول الفترة اول الفترة قلنا فيه شوية مشاكل فيه شوية صراعات حتى لو كانت بينك وبين حالك حول العلاقة العاطفية فيه عندنا اللي هو طرف ثالث او هذا الكرت ممكن يعني كمان طاقات سلبية ما بعرف ليش طلع لك يا برج التور اشياء كتير يعني الكروت فيها طاقات سلبية ان شاء الله تتخلص منها على خير ومبين فيه استشفاء من هذا الموضوع فنتفاقل شوي في عندك شخص كان موجود قريب خلينا نقول عنيد شوي مودي سبب لك شوية ازى نفسي شوي كنت زعلان منه هاد الشخص عم يرجع شوي شوي كيتسلل لحياتك عم برائبك وشوي شوي عم بدخل بيرجع يدخل لحياتك لانه شايفه طاقة العند او العناد عم تنتهي بناتكم شايفه طاقة الزعل او الحزن عم تنتهي برضو فعشان هيك يعني منيح اللي طلعوا مقلوبين هدول الكروت وشايفه فيه بالنسبة للطرف الثالث فيه مشكلة كبيرة اجوا لانه فوق بعض فيه مشكلة كبيرة جدا رح يصير بين الطرف الثالث والشريك لذلك كون متطمن انه فيه نهاية اللي قولنا عنها قبل شوي نهاية لطرف الثالث فيه العلاقة عم بتكون كتير محتار انك تعطي فرصة لهذا الشخص او ما تعطيه كل شوي عم بقول ممكن القراءة تكون عكسية حبايبي لانه قراءة عاطفية وقراءة عامة عم بتحاول تختار شي من الاثنين ممكن يكون انه توافق على الصلح او ما توافق ولكن شايفيتكم انا بالنهاية عم بتكونوا مع بعض عم بتكونوا مبسوطين بهاي العلاقة اذا في هاي الفترة ممكن كتير انه تروق الامور بينك وبين الشريك وشايفة فيه شخص جديد ممكن يكون من ابراج نارية او هوائية او مائية رح يدخل في حياة العزاب وعن بشوف الموضوع بتم على خير عم يتبلش علاقة علاقة جدية عم يتبلش علاقة يعني علاقة حلوة علاقة حب طلعلك كرتين كروت العقل الباصن اوه زي ما قلنا العيون حسد حسد كبير في عندك يا برج التور فبدك تدير بالك نفس الموضوع طلعلك انه اللي قبل شوي انه رح تكون جدا محتار بين نارين بين قرارين ولكن رح تاخد القرار على خير يعني رح تاخد القرار المناسب ما رح يكون في جمود هاي الفترة انك ما رح تاخد قرارات بالعكس رح تاخد هذا القرار وراح يكون لصالحك بس اللي عم بشوف اكتر اشي انه في حسد خاصة خلينا نقول على العلاقة العاطفية في عيون كتير عليكم في بعض الشوائب بعض الاشخاص اللي عم بيوقفوا ممكن يكون الطرف الثالث اللي قلنا عليه وممكن يكونوا اكتر من طرف خلينا نشوف اذا في تحذيرات غير اللي قلناها لبرج التور هذا مش ورق تحذير هذا بشرة في الزواج في خطبة في ارتباط في رجوع في علاقة عاطفية عم تتبلور وعم تتطور بس شوف لون الخاتم ازرق يعني بقولك احترس شوي من العين فشايف الخاتم خطوبة ان شاء الله على خير يا رب للي حابين وشايفيتوا اكتر اشي للعزاب للعزاب لانه قلنا فيه شخص جديد داخل حياتهم فممكن يكون هذا الموضوع شوف يا برج الدار حبيبي بالعمل رح يكون فيه شخص على سلطة معينة رح يوصلوا كلام عنك من ناس ما بيحبو لك الخير من اشخاص ما بيحبو لك الخير ولكن هذا الشخص رح يوقف معك او انه يعني هو مش متأثر بهذا الحكي ابدا عم بشوف علاقتك فيه عم تتطور فبس زي ما قلت لك قبل شوي احترس من هدول الاشخاص لانه شايف انه هذا الشخص رح بالعكس يساعدك ما رح يسمعهم ولا شي ولكن مطلوب منك انك يعني تحترس من هدول الاشخاص عندك مخاوف كتير حبيبي برج الدار عندك مخاوف كتير بلا معنى يعني ما الها ابدا اي داعي فبقولك بعد فترة رح تصير تضحك على مخاوفك لانه مخاوفك هي شغلة صغيرة كتير كتير ما بينخاف منها وانت شي كبير يعني هذا اللي مبين بالصورة او بالنصيحة فبيقولك ما في داعي ابدا للخوف او للهواجس اللي انت عم بتفكر فيها بهاي الفترة وفعلا برج الدار عم بتكون عنده طاقة مش خوف يعني تخوف او زيادة حساب حسابات ويعني مخاوف هواجس فبيقولك لا ما في داعي لهذا الموضوع ابدا اشتركوا في القناة